دفعت شركة مجرية لموظفين عن طريق الخطأ راتبا بقيمة 367 ضعف عن راتبه الشهري ليحصل على أكثر من 92 ألف يورو عيوضا عن نفس الرقم بعملة الفورينت المجرية أي ما يعادل 238 يورو فقط ورفض الموظف إعادة المبلغ الزائد وأشرت التقارير إلى أنه سحب جزءا من المال وأوضعه في حساب آخر وبعد تحقيق الشرطة تم تجميد حساب الموظف في النمسا واستردت الشركة حوالي 72 ألف يورو من المبلغ المتبقي وتم توجيه تهمة الاستلاء غير المشروع على الأموال للموظف السابق وقد يواجه غرامات كبيرة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم أشهركم على حسن المتابعة لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة ومسي سعيدة بأمان الله اشتركوا في القناة